ده ابي البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون ساتية وفيلمنا بيبدأ في لندن وبينلاقي ابي بيلعب كرة الرجبي وبنعرف انه بيحب الرياضة ومهتم جدا بيها وفي نفس الوقت ده بيكون ابو الدكتور شاندا وبينشوف كل الناس اللي حوالي بيهنوه بمناسبة انه هيتولع مادة كلية الطب اللي هو بيدرس فيها في لندن ولما بيروح الجامعة علشان يحضر الاحتفال بتاعه بيتفاجئ ان المنصب الجديد خده دكتور تاني اسمه فيلب وساعتها كلهم بيتصدموا ومش قادرين يصدقوا اللي بيحصل وبيتحرك جدا دكتور شاندا وبيسيب الاحتفال ويمشي وابي بيوصل البيت علشان يفضل معاه لكن بينلاقي ان كل قريبه وصحابه عاملين حفلة بمناسبة انه باع عميد كلية الطب ووقتها ابي بيقات زر لهم لان الجامعة غيرت رأيها في اللحظة الاخيرة ولما الاولاد بيحاولوا يوسوا ابوهم وبيهونوا عليه بيقول لهم كل اللي حصل لعقاب من ربنا علشان اللي عملتوا في جدوكم زمان وساعتها بيعرفهم انه عندوا عيلا كبيرة جدا في الهند وبيوريهم صورة وهم كلهم متجمعين وبعدها بيحكي لهم ان ابوك الرئيس قرية وبيحب يساعد اهلها ويخدمهم ولما انتشر المرض بين المزارعين طلب اطباء علشان يعالجوهم وساعتها الدكاترة رفضوا لان المقابل المادي قليل جدا وقتها خلانا ادخل كلية الطب وكون دكتور شاندا وبنالي مستشفى علشان يعالج الناس بالمجان ولما وصلنا اليوم اللي افتتاح بلغتوا باني هتجوز واحدة اجنبية وهسافر معاها وقتها ابوي اعترض على كلامي وطلب مني افكر في الفلاحين والناس الغلابة لكن قلت له مستقبلي اهم ومش فارق معاي حياة المزارعين وده بيخلي ابويها يدائق جدا وبيتردني برا البيت وقال لي من النهار ده ابني مات ومش عايز اعرفك تاني وبيخرج للناس وبيقتزر لهم علشان المستشفى مش هيتم افتتاحها وشكل وحش جدا قدامهم وبنرجع للوقت الحاضر وشانده بيقول ابوي عمره ما هيسمحني وعمال بيعيط وابي مش عارف ازاي يساعده وتاني يوم انده بتاخد ابوها وبتوري رسالة فيديو لابي وبيبلغوا انه مسافر الهند وهيعمل المستحيل علشان يحل الخلاف اللي بينه وبين جده وفعلا ابي بيوصل للمطار وبيقابل صديقه بانده علشان يحاول يساعده ولما بيكون في الطريق بيفضل يصور كل حاجة بيشوفها والساعاتها بيروح للمكان اللي هيبات فيه علشان يسافر تاني يوم للقرية واول ما بيجي الليل بانده بياخد ابي وبيروح مالها ليلي وهناك بيشوف بنت جاميلة بترقص قدامه واسمها ساتية وبيصورها بالموبايل بتاعه من شدة اعجابه بيها وهي بتكون سكرانة وبتوقف جنبه وبتلاقي صورها موجودة على تليفونه فبتنادي على صحابها وبتوريه لهم وبعدها بتديله بوسع على خد وهو متفاجئ جدا والتاني يوم بياخد الموتسكل وبيروح للقرية وكالعادة بيصور في كل حاجة بتعجبه وبيكون مبهور بيها لحد ما بيلاقي اهل القرية بيترهنوا على مصرعة الديوك وفي اتنين بيتحدوا بعض بالفلوس واحد اسمه بنجاري والتاني اسمه باتشي وقتها بيوصل جده بالرجل للمكان وكل الناس بتكون خايفة وبيطلعوا يجروا منه لانهم بيأمروا بعض على مصرعة الديوك وهو اول ما بيشوفه بيكون فرحان ومش مصدق نفسه ويحاول يساعده ويمسك الناس معاه ولما جده بيضرب باتشي للاسف بيزقه وعايز يهرب وقابي بيلحقه قبل ما يقع على الارض وقاتها بيجري وقرى باتشي وبيقدر يسايتر عليه وفي النهاية بيستلمه للشرطة وهو بيشاور له علشان هينتقم منه وبعدها قابي بيورفض يعرف جده هو مين وبيقول له انه وصل من لندن علشان يتعلم الزراعة في القرية وبيكتشف وقتها ان بنجاري عامه وبيفتكر صورته وهو صغير وجده طرده من البيت لإبنه إنسان فاشل ولما بيوصلوا المنزل بيلقوا بنت صغيرة موجودة على الجسر وحياتها في خطر وكلهم خايفين وبيكونوا تحتها ومش عارفين يساعدوها ووقتها ابي بيمسك حبله وبيقدر يربط طرفه في العمود والطرف الثاني عامه بيمسكه وهو بيعرض حياته للموت وعايز يوصلها قبل ما الجسر يقع وفعلا بيقدر يمسكها في اللحظة الأخيرة وبينقص حياتها وساعتها كلهم بيشكروا على بطولته وبالشكل ده بيكسب حبهم وجده بيعرض عليه يعيش معاهم لحد ما يتعلم الزراعة وأول ما بيدخل البيت بيتفاجئ إن صورة أبوه عليها ورد كأنه ميت وملهوش وجود وبعدها بيكلم أبوه أخته إند وبيبدأ يحكي لهم اللي حصل وبيوعدهم هيرجعهم للقرية من تاني ومن ناحية تانية أبو باتشي بيتخانق مع ابنه لأنه عمل مشكلة مع براجو ويهم ويحل أي خلاف علشان الانتخابات قربت ومحتاج براجو يساعده ينجح فيها وتاني يوم أبي بيشوف جده بيبرز الناس بالأسيان فبيقرر يشترك معاه بيلمس رجله وبياخد بركاته وبيكون فرحان جدا ووقتها بتوصل ساتيا المكان وأبي بيتفاجئ جدا أول ما بيشوفها وبيعرف إنها البنت اللي صورها وكانت بترقص في المالها الليلي وهي بتتصدم أول ما بتلاقيه وبتفتكره على طول وخايفة يفضحها قدام أهلها لأن صورها على موبايله وهي انفهماهم إنها بتتعلم في المدينة ولما بيتمشي أبي مع جده وبيعاده من قدام المستشفى بيسأله هي ليه ما قفوه لو ما فيهاش حد فبيقوله علشان صاحبها مات قبل الافتتاح وبعدها بيشوفوا عمال بيحفوروا في الأراضي الزراعية وجده بيحاول يمنعهم من الحفر وبيقف قصادهم لكن بيلاقي باتش قدامه بيتكلم معاه بطريقة وحشة جدا فبيتدايق أبي وبيضطر يضربه وبيقوله لازم يحترم اللي أكبر منه وبنعرف إنهم عايزين يبنوا مصنع على أراضي الفلاحين لكن بيراجو بيرفض وبيخلوهم يمشوا والتاني مرة باتش بيتوعد أبي بنظرات انتقام وبعدها ساتيا بتروح تقابله وبتتكلم معاه وبتطلب منه يمسح صورها اللي موجودة على تليفونه لكن بيرفض يسمع كلامها وبيفضل يستفزها ويدايق فيها والتاني يوم بيراجو بيقابل أخو الكبير واللي بيطلب منه يوافق على ابناء مصنع البيرة وهيخليش ريك معاهم بنسبة عشرة في المية وهيكسبوا ملايين كتيرة جدا لكن بيراجو بيرفض علشان مستحيل يلوس ويدمر أراضي الفلاحين ويئذيهم ومع الأيام أبي بيقرب من العيلة وبتعامل كأنه واحد منهم وبيكسب حبهم في كل حاجة وبعدها بيشوف جدتهم الدايق أن صورة أبوه عليها ورد فبيكرر تاني يوم يبارس جد وعايز يتحداه وكل واحد بيحاول يكسب ويسيطر على التاني لحد ما بيخليه إغبط صورة أبوه بيكسرها وآبي بيمسكها قبل ما طوعه وبتعور في أيده وهنا بيطلب براجو أنه ينقله الصورة من مكان الأموات وجدته بتشكره علشان عمل اللي كان نفسها في من زمان وبعدها ساتيا بتستدرج آبي وبتخليه قابلها في مكان لوحدهم لكنه بيكتشف أنها عمل له كمين وقايلة لعمها بنجاري وصحابه موضوع الصور ولما بيضربوه هو بيحضن ساتيا غصب عنه ووقتها بيسأله على الموبايل والصورة وهو بيقول لهم مش معايا حاجة وممكن تفتشوني وهنا بيوصل باتشي ومعارك جالته وبيقول لي بنجاري سيبهولي علشان بينهم طار قديم وساعتها بيفضل يضرب آبي وبيوقعوا في المية لكن بيقوموا بيتحول عليهم ومحدش بيكون قادر يقف قدامه وبينتهم منهم واحد واحد وبيرجع حقه وكلهم بيكونوا مستغربين جدا من قوته وأول ما بيرجع البيت بيلايستها بتدور على الموبايل في قطه وساعتها بيطلعوا من جيبها وبتعرف انه خبا معاها أول ما حضانها وهي مش واخدة بالها ووقتها بيجبرها تبوسوا علشان ما يفضحهاش وتاني يوم بيجي عريس لساتيا من أمريكا وساعتها الجد بيقول لازم نجوز شترة الأول وبيخطط وقتها المراسم الزفاف بتاعتها لكن بنجاري بيعرف وبيروح يخطفها من وسط أهلها وبيخدها على الموتسكل وبيحاول يهرب بيها وبيقدر يروح المعبد وعايز يتجوزها في أسرع وقت لكن أبي بيوصل وبيمنعه في اللحظة الأخيرة فبيتداق بنجاري وبيضربه والتليفون للأسف بيقع منه وبينشوفه مش عايز يدافع عن نفسه لأنه مش ناسي انه هو عمه لحد ما بيوصل بنجاري وبيضرب ابنه بالألم وبيخلي الشرطة تقبض عليه وبعدها بنجاري بيقول لأبو أنا وشترة بنت عمي بنحب بعض وبعدها بيهدد أبي بأنه هيموته أول ما يخرج من السجن ووقتها ساتيا بتلاقي تليفون أبي وبتتفاجئ لما بتشوف صورة عمها وبينقلوا للمستشفى وهناك بيعملوا الفحوصات وبنعرف انه سليم ومعندوه اي حاجة وهما راجعين على القرية أبي بيقول لجده إن أبو دكتور كبير في لندن وهيطلب منه الأجهزة اللازمة علشان يفتحوا المستشفى لنفسه فيها وجده بيفرح جدا بكلامه وبيطلب من الناس يجددوا المستشفى من أول وجديد ولما أبي بيرجع البيت بيفضل يدور على الموبايل وما بيكونش لقيه لكن بيشوفه مع ساتيا وبيعرف انها اكتشفت حقيقته بيقربوا البعض وبيقضوها رأس وأغاني وكل واحد بيقرب من الثاني وبعدها أبي بيتصل بأبو بيقوله إنه أقنع جده ويفتح المستشفى وأبو بيفرح وبيعرفوا إنه هيبعد كل المعدات اللازمة علشان الافتتاح وسعاتها أبي بيقابل شطرة وبتحكيله إن بنجاري طلب إيدي من عمي بالراجو لكنه رفض لإنه بيشرب خمرة فجالي للقودة بتاعتي وعايز يعمل معاي علاقة علشان يكبرهم يوافقوا على الجوازة ولما رفضت فكرته وحاولت قومه هم دخلوا وأنقذوني منه وسعاتها أبو طردوا بره البيت ومنعوا من دخوله وتاني يوم أبي بيروح اسم الشرطة وبيكتشف إن عمه خرج مبارح وبعدها باللاي بنجاري قعد مع عمه وبيحرضوا على أبوه وبيستغل الخلاف والعداوة اللي بينهم علشان يأذيه وما يعملش المستشفى بتاعته فبيقرر تاني يوم يسرع المعدات الطبية اللي بعتها شندل ابنه وسعاتها أبي بيعرفه وبيجري بسرعة علشان يمنعه وبيدخل في مطاردة كبيرة مع عمه وبيحاول ينقذ المعدات لكن للأسف العربية بتغبط في عموت توليد كهرباء وبعدها أبي بيضرب عمه لأنه بيضيع حلم أبوه في الرجوع للقرية والأجهزة للأسف هتولع وبيعترف فوقتها إن هو ابن أخوه شندة وده بيخليه متفاجئ جدا وسعاتها بيسيبه وبيحاول ينقذ المعدات بسرعة وهنا بيساعدوا بنجاري وبيخرجوا الأجهزة الطبية في اللحظة الأخيرة وقبل ما الانفجار يحصل وبعدها بيروحوا هم اللي كنين اللي عم بنجاري وبيفاهموا إن خطته فشلت وبيحذروا ما يحاولش يقرب منهم تاني وإلا هيخلوا يندم على كل حاجة هيفكر يعملها وبعدها أبي بيكون في المستشفى وبينزل الأجهزة الطبية وهناك بيعرف إن أخته وصلت من لندن فبيرجع البيت بسرعة وبيكون خايف لتكون عرفتهم هو مين لكن بيتطمن إنها ما قالتش حاجة وطلعت زكية ومن ناحية تانية بنعرف إن البنت أول ما بتوصل لسن البلوغ لازم يحتفلوا بيها بحضور عمها وساعاتها بيحطوا خطة وبيخالوا الجد يروح لإبنه بنجاري وبيعزموا علشان يحضر الاحتفال وفعلا بيعملوا مهرجان والعائلة كلها بتفضل تغني وترقص وبيكونوا فرحنين وبيقدر أبي يقربهم من بعض وتاني يوم بيعرف إن ساتيا متقدم لها عريس من أمريكا وشغال دكتور لا وكمان موافق إيايش في القرية ويشتغل في المستشفى اللي هيفتح جده وده بيخلي بالراجو يوافق على طول وبيكون فرحان وبعدها أبي بيطلب من ساتيا توافق على الجوازة وبيضحي بها لإن أهم حاجة في حياته يرجع أبو القرية لكن بترفض وبتهدده بإنها تنتحر لو حاول يتخلى عنها ومن ناحية تانية بيعرف بنجاري الخبر وبيروح لبيت وهو متدايق وبيرفض إن ساتيا تتجوز واحد غير أبي لإنهم بيحبوا بعض وقاب بيحاول يمنع عمه علشان ما يعترفش بالحقيقة لكن في النهاية بيكتشفوا إن هو ابن شندا وجدته بتتأثر جدا وبتعيط وبتحضنه من الفرحة وبتطلب من كل الموجودين إنهم ما يقولوش أي حاجة لبيراجو لكن بيتفاجئوا بإنه موجود وسامع كلامهم والكل خايف ومرعوب من رد فعله اللي ممكن يعمله وفعلا بيتدايق جدا وبيقولهم أنتوا ليه شايفيني ظالم وقلبي آسي وإزاي سامح شندا بعد ما تخلى عن مساعدة القرية وسابنة من 20 سنة وابنه راجع كمان علشان يخدعني ويدحك عليها وقاتع بيقولهم إنه هيسيب البيت ويمشي لكن أبي بيرفض وبيقوله أنا اللي غلطت لما جدبت عليك وأنا اللي هسافر وهبعد عنكم وكل العيلة بتكون زعلانة وعملين بيعياطه وهو بياخد أخته وبيكرر يسيب المكان ويمشي وبعدها بيروح المستشفى علشان يبص عليها للمرة الأخيرة وساعتها أبو بيتصل بي وبيعرفوا إن وصل الهند ومعه فريق طب كبير علشان يفتتحوا المستشفى وقابي ما بيقدرش يعرف أبو اللي حصل مع جده وفجأة فيه ناس بتضربه وبيقع على الأرض وبيكون مصاب جدا وبنكتشف وقتها إنه باتشي وبنلاقي خاطف أخته إنه وبيهرب لكن بيقوموا بيجري وراهم لحد ما بيقدر يوصلهم وبيحاول يمنعهم وساعتها بيفضل يضرب فيهم وبيخليهم يندموا على كل حاجة عملوها وبيخلص عليهم واحد واحد وفي النهاية كان هيموت باتشي لكن بيتحكم في غضبه بسرعة وبيقولوا إحنا عائلة واحدة وبيرفض يقتله ولما بيكون ماشي للأسف بيضربوا بالنار وعايز يخلص عليه وقابي سايح في دم ومش قادر يدفع عن نفسه والناس بتوصل للمكان وبيقدروا يمسكوا باتشي وفي نفس اللحظة بيوصل دكتور شاندا وبيلاقي ابنه مضروب بالرصاص فبيقرروا يكسروا باب المستشفى علشان يتعالج وساعتها بيعمل له عملية وبيحاول ينقص حياة ابنه ويطلع الرصاصة من جسمه وفعلا في النهاية بيتكتب له عمر جديد وبتروح العائلة كلها للمستشفى وعايزين يتطمينه على قابي وساعتها جده بيوصل للمكان وبيكون زعلان وعمل بيفتكر في كل ذكرياته معاه وصعبانه نفسه عليه لانه تخلى عن حفيده ووقتها بيكرر يسامحه وبيوافق يفضل معهم طول العمر ولما بيراجه بيشكر الدكتور علشان أنقص حفيده بيكتشف انه هو ابنه شاندا وبيكون متفاجئ جدا وبيلاقيه بيتأسف وبيعتذر علشان سابه وبعد عنه زمان وفعلا بيسامحه الجد وبيحضنه بعد فراء 20 سنة وبعدها العيلة بتتجمع وقابي وساتيا بيتجوزوا بعض ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد